حملوه على الأكتاف قبل عشر سنوات عندما انتصر في معركة الأمعاء الخاوية حيث خض أطول إضراب عن الطعام في التاريخ لتسعة أشهر وبعدها بعامين أعيد اعتقاله الآن الأسير سامر العساوي يعود مرة أخرى للإضراب ليس مطالبا بالإفراج عنه بل باسترداد جثامين الشهداء بعد إضرابه الأول حذره الأطباء من خوض أي إضراب عن الطعام بعدما أكدوا له أن جسده غير قادر على التحمل نعم أصعب لأنه سامر لما أضربت تسعة شهور في الإضراب الأولين يعني صار وضعه صحي سيء كتير ووصل لمرحلة الموت صار جلد دياء وعظم وكل الناس شافوا هالوضع والأطباء لما طلعنا صحوا كتير أنه ما عمره يصوم رمضان حتى هذه الأم الفلسطينية ليست أم لأسير بل لأسيرين فشقيقه متحت معتقل وهي أم لشهيد فابنها فادي استشهد في التسعينات من القرن الماضي صحتها تتردى بعد سنوات من زيارات المعتقلات ومقابر الشهداء نقل سامر من معتقل النقب إلى ريمون حيث احتجز في الزنزانة الانفراضية أعلن الإضراب منذ خمسة وعشرين يوما والقلق يراود العائلة وهم يعلمون أن سامر لن يتراجع بسهولة لكن مطلبه هذه المرة يبدو صعبا الإضراب بتاعه اللي دخل فيه المرة هذه يعني مش عارفين شو بها تكون النتيجة بالنسبة له يعني إضراب إداري قعد تسعة شهر فلقيت إضراب جثمين شو بدها تقود وبعدين هذا مطلب وطني مش مطلب شخصي يعني السلطة مع الحكومات العربية مع الجمعيات حقوق الإنسان مع هذا مش قادر تسوي فيه إشي والله جيب اللي في الخير وأنت خايف عني معلوم خايف كأب خايف عني تؤكد المنظمات الحقوقية أن احتجاز إسرائيل لأكثر من ثلاثمائة وستين جثمانا لفلسطينيين هو عقاب جماعي مرفوض حسب القانون الدولي واتفاقيتي جينيف ولهاي علما أن ثلثهم في ثلاجات الموتى أما البقية فيما يسمى بمقابر الأرقام وترفض تسليمهم لذويهم دون إبداء أي أسباب أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة